اخطر ما يواجهه العراق حاضرا مستقبلا هي الميليشيات المسلحة المنفلتة التي تغلغلت في كل مفاصل الدولة وشكلت دولة عميقة تتحكم بالقرار السياسي والاقتصادي والامني ومن اغرب الغرائب ان حصر سلاحها كان وعدا من السودان الذي لو لا هذه الميليشيات لما كان رئيسا للحكومة ولا يستطيع ان يصدر قرارا واحدا دون موافقة زعيم اصغر ميليشيا منهم لتصبح وعود السودان مجرد اوهام او احلام يقضى يكذبها واقع الحال فما الذي دفع السودان لمثل هذه الوعود وعلى ما يستند في سبيل تحقيقها يرى مراقبون ان السودان عندما اطلق وعدا بحصر السلاح بيد الدولة لم يكن دون مرجعية ميليشيوية فهو بالفعل قد يشرع في تلك الخطوة دون ان تعترض الميليشيات لكن بيت القصيد هو في الجهات المستهدفة وتعريف السلاح المنفلت فعلى عكس ما يتمنى العراقيون وبعيدا عن رأس الدائف هذه القضية قد يصب السودان اهتمامه في ملاحقة سلاح بعض العشائر ولا يستبعد ايضا ان يستهدف سلاح ميليشيات الصدر وكل ذلك يصب في صالح الاطار وميليشياته ليصبحوا متسيدين المشهد الامني دون منازع او معكر لسلطتهم وبطبيعة الحال الاطار التنسيقي لا يعتبر ان سلاح ميليشياته ينطبق عليها وصف خارج نطاق الدولة لانها هي من تدير الدولة وترى نفسها وصية عليها ومسؤولة عن حماية العملية السياسية الفاسدة حكومة السودان بالفعل قد تشهد تحركات ضد جهات معينة باسم حصر السلاح المنفلت بحيث يظهر السودان بمظهر من اوفى بوعده وبنفس الوقت يخدم اجندات ميليشيات الاطار التي ادركت من خلال صراعها السابق مع ميليشيات الصدر ضرورة سيطرتها على الوضع الامني بالكامل وعدم التساهل مع اي قوة تنازعها على السلطة اشتركوا في القناة